استقبل اسمه الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور عبدالله حمد محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة العادية المئة للمجلس التنفيذي للمنظمة التي تنطلق اليوم في العاصمة المنامة وفي بداية اللقاء رحب سمه بالدكتور محارب وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة في مملكة البحرين متمنيا سمه لأعمال دورتهم العادية التوفيق والنجاح ونوه سمه بالدور الحيوي والهام الذي تطلع به المنظمة في تحسين مستوى العاملين في مجال التعليم وتطوير الكوادر البشرية التعليمية وتأهيلها في الدول العربية مؤكدا همية تقديم الرؤى والاستراتيجيات التي تساعد على تحصين المجتمعات العربية وتعزيز قدرتها في مواكبة عصر العولمة من خلال الاهتمام بإدخال العلوم الحديثة والمتطورة إلى المجتمعات العربية والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة مشيرا سمه إلى ما حققته البحرين من إنجازات هامة فيما يتعلق بتطوير التدريب والتعليم من جانبه شكر دكتور عبدالله محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء على ما لاقيه وزملائه من قبل سموه من ترحيب وعلى ما يليه سموه من اهتمام دائم بتطوير التعليم والتدريب في المملكة وتعزيز قدرات الهيئات التعليمية والتدريبية والطلبة في مختلف المراحل التعليمية موسيقى